موسيقى ظلت دين والفن متلازمين وملازمين لمسيرة الإنسان على سطح الأرض وظلت أعمال الإنسان الفنية الخالدة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدين من الرسوم المكتشفة في الكهوف إلى وقتنا الحالي فالإسلام أسس علاقة خاصة بينه وبين الفن فعلاقة الفن بالدين في سائر المعتقدات كانت علاقة الفن في خدمة الدين حيث يدور الفن في فلك دور العبادة وخدمة الطقوس الدينية من عمارة إلى نحت وتصوير ورقص وموسيقى أما علاقة الإسلام الخاصة بالفن فهي الفن في خدمة الحياة من منظور العقيدة وهو موضوعنا في هذه الحلقة عن علاقة الدين الإسلامي بالفن نناقشه مع ضيفنا في الستوديو الأستاذ الباحث حسين الجنيد أهلا وسهلا مرحبا بكم أهلا بكم شرفتم من الستوديو سلمكم الله سعيد أن أكون معكم والله نحن أسعد أن نكون في حضرة ما شاء الله باحث متألق سلمكم الله هذا حسن ظنكم يعني ما شاء الله مواد مرئية جميلة جدا سواء على شاشة قاف أو على شاشات أخرى فنرحب بك معنا في هذه الحلقة بارك الله فيكم ربما نحن الآن في برنامج بالفن نسمه لأول مرة نطرح هذا السؤال بشكل أكاديمي ما هو الفن؟ ما تعريف الفن الذي نتكلم عنه في هذا البرنامج؟ إذا كنت تريد أن تسألني بشكل أكاديمي فاسمح لي أن أبدأ بشكل غير أكاديمي يَا شَاعِرَ الْأَزْهَارِ وَالْأَغْصَانِي يَا شَاعِرَ الْأَزْهَارِ وَالْأَغْصَانِي هَلْ أَنْتَ مُلْتَهِبُ الْحَشَى أَوْ هَانِي مَاذَا تُغَنِّي مَنْ تُنَاجِي فِي الْغِنَى وَلِمَنْ تَبُوحُ بِكَا مِنْ الْوَجْدَانِي هَذَا نَشِيدُكَ يَسْتَفِيضُ صَبَابَةً حَرَّ كَأَشْوَاقِ الْمُحِبِّ الْعَانِي كَمْ تُرْسِلُ الْأَلْحَانِ بِيضًا إِنَّمَا خَلْفَ اللُّحُونِ الْبِيضُ دَمْعٌ قَانِي فِي صَوْتِكَ الرَّقْرَاء فَنٌّ مُتْرَفٌ لَكِنْ وَرَاءَ الصَّوْتِ فَنٌّ ثَانِي وَتَكَادُ تَبْتَكِرُ الْغِنَى وَتَزُفُّهُ مِنْ جَوِّ بُستَانٍ إلى بُستَاني وَتَذُوبُ فِي عَرْشِ الْجَمَالِ قَصَائِدًا حَرَّ وَتَذُوبُ فِي عَرْشِ الْجَمَالِ قَصَائِدًا خُرْسًا وَتَسْتَوحِي الْجَمَالَ مَعَانِي لَلْحُزْنُ يُنْسِيكَ النَّشِيدَةَ وَلَلْهَنَى بُورِكْتَ يَبْنَى الْفَنِّ مِنْ فَنَّانِ هكذا أراد الشاعر البردوني عبد الله البردوني أن يعرف الفن والفنان من خلال خطاب الطائر وسمها قصيدته هذه طائر الربيع الفنان الذي يستوحي الجمال معانيا كما يقول الفنان الذي يتنقل من بُستان إلى بُستان ولئن كان وصف الطائر أو الشاعر هنا يصحه في هذا النص فإنه ينسحب على كل نص يتحدث عن الفن أو يتحدث عن الفنان الفن في الأصل إذا أردنا أن نبسط المسألة وأن نعقدها في آن المعن وهذا ما تفعلونه جماعة اللغة دائما تبسطون وتعقدون هو شيء قريب بعيد في آن المعن الحياة الإنسان الأول منذ ولادته ومنذ وجوده في هذا الكون يسعى إلى اكتشاف أسرار هذه الحياة لكنه اتخذ العقل طريقا إلى ذلك أو طريقا في ذلك و الفكر هو الذي يبحث عن نظام هذه الحياة فما دور الشعور هنا الشعور هو الذي يريد أن يترجم ألوان الحياة هذه هو الذي يريد أن يحس بالحياة يعني إذا كان الفكر هو الذي يبحث عن نظام الكون فإن الشعور هو الذي يريد أن يترجم صوت الكون فالفن جاء من الفكر أم من الشعور الفن جاء من الشعور ولم يأتي من الفكر و لذلك تستطيع أن تقول إن الفن هو صورة الوجود في مرآة الشعور الله الفن هو صورة هذا الوجود في مرآة الشعور و لكن هنا نكون قد أوقعنا أنفسنا بجدل هل هناك تباين كبير بين الفكر و بين الفن الحقيقة أننا قد نفكر بشعورنا أو نشعر بأفكارنا صحيح و قد تؤدي الفكرة إلى شعور و قد يؤدي الشعور أيضا إلى فكرة و على هذا فكلاهما متلازم صحيح و حقيقة الوصول أيضا أنا أسألك سؤالا بسيطا إذا تكرمت علي الإنسان الأول في وجوده هل أدرك الأشياء المحسوسة أم المجردة المحسوسة أظن أدرك بدأ التعرف على محيطه جميل جدا إذن هو بدأ بالأشياء المحسوسة بدأ بالتعرف إلى الشجرة إلى البحر إلى الأرض إلى النجم بدأ يتعرف إلى الأشياء التي يراها يحس بها تدخل نطاق حواسه لكنه شيئا فشيئا بدأ ينتقل إلى عالم المعنويات إلى عالم المجردات و بالتالي و قفز من عالم المحسوس إلى عالم المجرد يعني بتعبير أكثر بلاغة من عالم المجسد إلى عالم المجرد من العالم المرئي الذي يراه إلى العالم المخفي الذي لا يراه فهو لا يرى الحبة ولا يرى الحزنة ولا يرى الحقدة هذه أشياء لا علاقة بالمعنى العقلي المجرد لكنه يرى البحر ويرى القلمة ويرى الشجرة ويلمس كل ذلك ويشم رائحة هذا وذاك فنشأ لديه حالة اغتراب بين هذه الأشياء المجردة التي بدأ يتعلمها ويألفها وبين المحسوسات التي كان يطمئن إليها حالة الاغتراب هذه جعلته يتجه بالضرورة إلى أن يخلق وسيطا ما بين المرئي وما بين المخفي ما بين المجسد وما بين المجرد ما بين الذي يراه وما بين الذي لا يراه ما بين الواقع وما بين الخيال ما بين المبنى وما بين المعنى ما بين المظهر وما بين الجوهر فاخترع شيئا سماه المجاز في اللغة و سماه الشكل في الفن فولد الفن هنا إذن الفن هو الذي يربط بين عالمين اثنين تجسيدي و تجريدي واقعي و خيالي و الفن الذي يستعمل المجاز في اللغة هو ذاته الفن الذي يستعمل اللون في الرسم هو ذاته الذي يستعمل الحجرة في النحت هو ذاته الذي يستعمل النغمة في الموسيقى وعلى هذا فالفن يقدم نبض الحياة صورة الحياة ولكن من منظور شعوري خاص وهو يتلازم مع الفكر تلازما وثيقا في محاولة للوصول في محاولة للكشف عن أسرار الوجود جميل جدا أنا قرأت في مجموعة من العلوم أحد هذه العلوم كان علم أنماط شخصيات البشر نعم طبعا الموضوع له تفصيلات كثيرة ولكن أحد الأمور التي تمايز البشر عن بعضهم جميع الناس يمتلكون الحواس والقدرة على التعامل مع البيانات والوقائع وجميع الناس أيضا يمتلكون ما سميته أنت بالحدث أو الشعور بالأشياء ولكن بعض الناس يميلون إلى تفضيل هذا عن ذلك فأنا أعتقد أن الفنانين يندرجون تحت الفئة التي تفضل وتستعمل بشكل أكثر الحدث والشعور ودراسة ما وراء الأمور كما يقول أكثر من المحسوسات وهنا نأتي إلى نقطة مهمة جدا قبل أن نذهب إذا سمحت لي أن أقاطعك الناس يفضلون الأفكار أم يفضلون الفنون يعني الناس يقتربون أكثر من الفن أم من الفكرة أعتقد أن الناس متفاوتون في ذلك إلى حد ما بالطبيعي أن يهم متفاوتون ولكن أيهما يشكل عبءا عليهم الأفكار أم الفنون أعتقد الفنون أسهل في الفنون الفنون أقرب الفنون أسهل إليهم تدري لماذا الفنون أسهل لأن الفنون ليس فيها أخطأت وأصدت الفنون لا تخضع لمنطق الفكر العقلي المجرد المرتبط بمنطق الصلاب والخطأ إنما الفنون إذا كنا نتفق من أنها انبثقت من الشعور وغايتها الجمال يعني هي انبثقت من الشعور وغايتها الجمال فالتفاضل بينها يكون بين جميل وأجمل وبين حسن وأحسن وهذا يعجبني أكثر من هذا يا سلام وبالتالي لا يكون التفاضل في مسألة صحيح وخطأ فلا يمكن أن تسمع مثلا قصيدة أو تسمع أغنية أو تنظر إلى شيء تقول خطأ أو صحيح لا تمتلك هذا الحكم ولذلك تجد الفن أقرب إلى الناس منه من الأفكار فإذا استطاع الفنان يقلل تحزبات الناس وتناقضاتهم إذا استطاع الفنان أن يوظف الأفكار في فنه فقد لعب لعبتين في آن المعن لعبة الفن ولعبة الفكر مرر الأفكار من قالب الفن وهو أرقى أنواع الفن جميل جدا طيب الآن الفنانين يختلفون عن بعضهم بإحساسهم بطريقة فهمهم للمعاني بطريقة أداء هذه المعاني أساسا ما هو الإحساس الفني وكيف يمكن أن نسمع نفس الفكرة من فنون مختلفة وفنانين مختلفين ويكون لها وقع معين عندنا كمتلقين هذا سؤال جميل ودقيق أيضا الإحساس الفني في الأصل يمر بمرحلة يعني بمعنى ما الذي يميز الفنان عن غيره من الناس أول شيء نحن متفقون أن عملية الإنتاج الفني هي مسألة مختلفة عن تجربة الحياة العادية يعني التجربة الفنية هي ليست تجربة في مستوى الحياة العادي ليست كالبيع والشراء التجربة الفنية ليست يعني كالقاء التحية الصباحية أو التحية المسائية التجربة الفنية أنت تستطيع أن تدخل التجربة الفنية في كل تلك التفاصيل لكن تلك التفاصيل في الأصل ليست تجاربة فنية هي تجارب في مستوى الحياة العادي أنا إذا جلست إليك وحدثتك عن مشكلة تواجهني فأنا أمارس نمط طبيعي يدخل في إطار التجربة العادية التي نعيشها أنا وأنت التجربة الفنية هي قفز فوق ذلك هي قفز خارج مستوى الحياة العادية الآن عملية الإحساس الفني كيف تتم الشاعر الأديب الرسام المنشد الفنان لديه استشعارات خاصة يسمع منها إيقاعا معينا في هذه الحياة يرى أشياء نحن لا نراها يحس بأشياء نحن لا نحس بها عامة الناس أعني يعني تمر به الأحداث مرورا مختلفا ولذلك أول شيء يتمتع به هو أن إيقاعات الحياة التي تدور بنا يحس بها أكثر مما نحس بها نحن هذا الأمر الأول وتترك أثرا نفسيا حتى عنده وهذا الأمر الثاني نعم هذا الأمر الثاني نعم قد تراه حزن أو بكى لشيء عادي جدا أو سر لأمر يراه باقي الناس أمر طبيعي أو ألهمه شيء غريب مثلا جميل جدا إذن هو في البداية العملية تقوم على استقبال تلك الإيقاعات نعم المرحلة الثانية هي دخول تلك الإيقاعات في فترة تسمى فترة الحضانة يعني إذا أردنا أن نسميها مجازا فترة الحضانة تدخل تلك الإيقاعات في المعمل الفني الذاتي الخاص به و لكل فنان معمله يعني عليك لكل فنان تجربته لكل فنان أدواته الفنية الداخلية التي هو مطلع عليها بالوعي و مطلع على جزء منها باللاوعي منها ما اكتسبه في طفولته منها ما مر عليه دون أن يشعر هذه قضية متداخلة جدا المرحلة الثانية هي دخول هذه الإيقاعات في مرحلة الحضانة الآن أنت قد تسألني فترة الحضانة هذه كم تطول كم تبقى هذه تختلف من فنان إلى آخر يعني يمكن الآن أن يحدث حدث معين إيقاع معين في الوجود يلتقطه شاعر ما سريعا فتكون عملية الحضانة و الإنتاج الفني اللي هي المرحلة الثالثة أسرع مما تتصور يعني يلقي قصيدة مباشرة ثلاثون ثانية ربما يكتب أربعة أبيات في رثاء عالم جليل مثلا فتنتشر انتشارا سريعا لأنها عبرت عن الحدث و ربما شاعر آخر أو رسام آخر أو فنان آخر يطول به أو تطول به تلك الفترة فيحتاج إلى فترة هذا ليس عيبا و نحن نعرف بأن العرب في الجاهلية كان لديهم شعر كانوا يسمونه الحوليات يعني زهير بن أبي سلم بمعنى أنه يقف على القصيدة عاما كاملا حولا كاملا و يرتب و ينسق إذن نحن إلى الآن متفقان أن المرحلة الأولى هي استقبال الإقاعات و المرحلة الثانية هي الحضانة الحضانة حضانة الإقاعات أرجو أن لا يعني يغضب منا إخوتنا الفنانون من هذا التعليل نعم شحة في الاستقلاء نعم المرحلة الثالثة هي مرحلة الإنتاج الفني التي تنتقل من عملية الحضانة إلى الإنتاج الفني يعني هي ترجمت تلك الإقاعات إلى عمل فني هذا العمل الفني يمكن أن يكون قصيدة يمكن أن يكون أنشودة لوحة يمكن أن يكون لوحة نعم يمكن أن يكون رقصة حتى يمكن أن يكون أغنية يمكن أن يكون أي شيء نحن نتحدث هنا عن ما هي الإنتاج الفني ولا ندخل كثيرا إلى تقييمه إلى حد ما طب الإحساس الفني يمر بهذا المعمل ثم ينتجه الفنان قد تسأل هنا سؤالا أو يعني يسأل السادة المشاهدون هنا سؤالا المعمل الفني الخاص للشاعر أو للأديب أو للرسام أو للفنان مما يتكون الحق أنه بعد أديولوجي وبعد ديمي وبعد ثقافي وبعد فكري وبعد فلسفي وبعد شعوري وبعد عاطفي وكل هذه العوامل تشكل هذا تشكل ولذلك كلما كان الفنان مثقفا كلما تجلى ذلك أين في فنه في فنه وكلما كان عميقا كلما تجلى ذلك في فنه فبدى فنه عميقا ومن هنا يتجلى أكثر ارتباط الفن بالفكر على هذا باختصار شديد الإحساس الفني الإيقاع الذي يتلقاه الفنان من الوجود يحتضنه في ذاته ثم يخرجه إلينا لكن من وجهته من وجهته الفنية هو نعم لماذا يتميز الفنان عن الناس يتميز بهذه الأشياء الثلاثة قدرته على أنه عنده هذه القدرة التي ليست موجودة عند عميقا ولذلك أنت قد تذهب إلى معرض من معارض الفنون التشكيلية تبحث عن ذاتك في لوحة جميل أو أنك يعني تقلب في ديوان شعري أو منوعات شعرية تبحث عن نص ما يعبر عن حالة تمر بك هؤلاء أعطاهم الله قدرة على أن يمثلونا حيث عجزنا وتكلموا حيث صمتنا وقالوا حيث وجمنا وعملوا عملا فنيا ترجم فيه إقاعات هذا الوجود إلى لوحات إلى أغاني إلى نغم في الموسيقى إلى لون قد يكون معزوفة موسيقية ليست تضرورة مغناة حتى نقرب الكلام إلى أذان المشاهدين يعني كل منا لديه أغنية أو أنشودة معينة تؤثر فيه تأثيرا مختلفا عن باقي الأنشد وقد لا تكون ذاتها تؤثر فيك أو فيها يعني كل شخص يعيش حالته هو من خلال أغنية أنت ذكرت أيضا من خلال قصيدة ربما لوحة فأيضا نعم هذا موضوع موجود ومحسوس عنده جميع الناس حتى الانتاج الفني نفسه الذي تمر عليه صباحا ليس نفسه الذي تمر عليه مساء اليوم أنت حينما تنظر إلى انتاج فني معين والأمة تمر بمرحلة من المراحل لا يلفت نظرك هذا الانتاج لكن في مرحلة استقرار أفضل تعود إلى ذلك الانتاج وتقول كأنه يمر عليه للمرأة الأولى جميل جدا رائع طبعا من الأمور التي تؤثر على بناء ثقافة الفنان وأنت ذكرتها هي موضوع الدين ونرى دائما أن الفنان ابن بيئته وابن دينه يعني يتأثر كثيرا بأفكاره ومعتقداته فما طبيعة هذه العلاقة ما بين الفن والدين تحديدا كأحد أهم العوامل التي تشكل شخصية الفن نظريا هي من القضايا الإشكالية يعني هذا السؤال الذي تطرحه هو من القضايا الإشكالية من الناحية النظرية أما من ناحية العملية فلا إشكالية فيه إطلاقا كيف ذلك يمكن بكل سهولة أن نقول أن الأديان تبحث عن الحقيقة وأن الفنون تبحث عن الجمال نحن متفقون على هذا الأديان تبحث عن الحقيقة والفنون تبحث عن الجمال ولكن هناك تقاطعات لأن الأديان أيضا تبحث عن الجمال والفنون أيضا تبحث عن الحقيقة لكن طريقة التعبير و طريقة الأداء مختلفة بين الأديان و ما بين الفنون يعني أحد العلماء كان يتكلم كلاما يعجبني قال إذا مرت النفس مرورا آليا نظرت فيه إلى الحياة من أنها خالية من الغاية خالية من الهدف ليس فيها أي غاية يسعى إليها هذا الإنسان فالنفس التي تمر بهذا الشعور تتبلد و يصيبها الاكتئاب و يصيبها الإحباط لماذا؟ لأنها ما عادت ترى أن لهذا الوجود معنا ما عادت ترى أن لهذا الوجود أي مغزة ما عادت ترى فما الذي ينقذها و ينتشلها الدين ربما ذكرتني بقصيدة إليا أبو ماضي جئت لا أعلم من أين قدريت نعم لست أدري في الطلاسم نعم حتى في أغنية لمحمد عبدالوهاب أيضا بنفس المعنى صحيح يا سلام إذن الإنسان متى يحتاج الدين هنا؟ يحتاج حينما يريد أن يحدد الغاية و حينما يريد أن يحدد الهدف طيب هذه النفس البشرية حينما تمر و تتبلد و ما تستطيع أن تشعر بإقاعات الحياة تمر على المطار فلا يؤثر فيها و تمر على الغروب فلا يؤثر فيها و تمر في الجنازة فلا تؤثر فيها و ما تصبح أعماق الحياة عنده إلا حالة سطحية لا تلامس عمقه أبدا ما الذي يشده و ينتشله؟ الفنون و بالتالي علاقة الفن بالدين علاقة ضرورة هي علاقة ضرورة يعني الدين و الفن كلاهما انطلق من عالم الضرورة و كلاهما شوق و توق لعالم الكمال لكن كمال الدين يكمل في الحقائق و كمال الفنون يكمل في الجمال و هذا الفارق بينهما مع أنه متلاصق يسيران جنبا إلى جنب من هنا أن تتجد أثر الدين أين؟ في الفنون في الفنون و يا سيدي حتى لا يعني نذهب بعيدا يتفق أهل علم الجمال على أن الفلسفة المادية التي انتشرت فيه عند رجال عصر النهضة الأوروبية تركت أثرها في كل علوم الجمال التي ذهبوا إلى تنظيرها و تطبيقها من حيث الأشكال المحسوسة لماذا حضر الشكل المحسوس عندهم؟ حضر لأنه متأثر بالوعي و باللاوعي بالفلسفة الاعتقاد المادي التي كانوا عليها و بالتالي الأديولوجيا أو الدين أو الاعتقاد يعني يبرز بروزا ظاهرا في الفنون يجب أن يبرز في الفنون نحن اتفقنا قبل قليل على الفترة الحضانة اتفقنا على المعمل الفني الذي يمر فيه عند الفنان هذا المعمل الذي فيه غرف و أدوات و كذا منها الدين الدين بحقائقه الدين بتعاليمه الدين ليس بإرشاده و وعظه كما يظن فحسب فحسب إنما الدين بعمقه الفكري الدين ببعده بتجلياته كل هذه تترك آثارا في الفنون و تبدو واضحة و لذلك من السهولة بما كان أن تقول الفن الإسلامي لكن ما الذي نقصده بالفن الإسلامي؟ هل نقصد به أننا سنقدم التعاليم و الإرشادات و الأمر و النهي؟ لا لا بالتأكيد لا قد يكون ذلك جزء منه جزءا نعم لكن الفن الإسلامي يعني أننا نقدم الفنون من زاوية التصور الإسلامي هذا أولا و ثانيا التجربة و هذا أمر مهم جدا التجربة الفنية التي نقدمها في الفنون الإسلامية لا تتعارض مع التجربة الإيمانية و لا يجوز أن تتعارض مع التجربة الإيمانية و هذا لا نعمد إليه عمدا بمعنى الفنان في الفكر الإسلامي لا يعمد إلى أن لا تتعارض تجربته الفنية مع التجربة الإيمانية مع حقائق الإيمان هو لا يعمد إلى ذلك ولكن الحالة الطبيعية الأصل أنه يلتزم بهذه الأمور بشكل طبيعي لماذا؟ لأنه ينطلق من مؤثرين أساسيين الفطرة والدين فطرة والأمر الثاني والحقائق التي يؤمن بها التي هو متيقن منها لا تتعارض أصلا مع تطلعاته نحو الجمال فلا يوجد أي تعارض ما بين الجمال وما بين الحقيقة ومتى وجدنا في الحقيقة قبحا فأعلم أنها ليست حقيقة ومتى لم نجد في الجمال حقيقة فأعلم أنه ليس جمالا حتى تقودني الآن إلى كلام دائما يقال بأنه لا يوجد فن ملتزم وغير ملتزم أساسا الغير ملتزم ليس فن فما رأيك بهذه العبارة؟ أو الغير الذي فيه إسفاف لنقول يا سيد العزيز أنت بكل سهوة الفنان تدري الفنان يقوم بعملية إنسانية راقية لكن على حسابه يعني هو يقدم شعوره يقدم رؤيته يقدم فكره بحثا عن الجمال على حسابه الشخصي لأنه يفرد نفسه أمامك يعني أنت تقرأه وعيا ولا وعي صح؟ صح الفنان الذي تشرب تلك الروافد في داخله في نفسه في وعيه ولا وعيه سوف تؤثر فيه تأثيرا كبيرا وبالتالي فإذا كان في حياته الطبيعية لديه أفق لديه عمق لديه تجل فهو فنان من الطبيعية يكون ملتزما و من هنا تبدأ الفنون بالتفاوت و إذا كان في الأصل لا يمتلك ذلك الإحساس أنت تفقت معي في البداية على أن الفنان يتلقى إيقاعات صح أريد هنا أن أسأل سؤالا هل الإيقاعات واحدة؟ لا بكل تأكيد هل الإيقاعات لها نفس الدرجة و لها نفس التأثير؟ بغض النظر عن الفنان هل هي واحدة؟ بكل تأكيد لا الفنان التافه و الذي يلتقط الإيقاع التافه و الفنان العميق هو الذي يلتقط الإيقاع العميق جميع و لذلك يتفاوت هؤلاء لكن من الممكن أن يكون الفنان عميقا و يلتقط إيقاعا تافها فيحوله إلى إيقاع عميق من خلال مروره بفترة الحضانة و على هذا فقد تجد شاعرا كبيرا بقضايا صغيرة أو تجد فنانا كبيرا بقضايا تافها و على هذا يمكن أن تجد فنانا صغيرا و لكن القضية أكبر منه لم أكبر منه لم تساعده أدواته و عوامله على أن يعبر عن هذه أو عن تلك و على هذا الأساس فلا يوجد شيء اسمه فن ملتزم و فن غير ملتزم إنما الموجود هو الفن غير أن هذا هو الفن للفن في العموم غير أن هذا الفن يواكب تطلعات المجتمع يواكب حاجات المجتمع أم لا يواكبها هذا هو السؤال الأهم في نظري جميل جدا و كونك ذكرت المجتمع أيضا المجتمع له تأثير كبير على الفنان و على الفن يعني لو شاهدنا دائما يطرح مثال عندما كنا ندرس في المدرسة أن الفن في العصر الجاهلي مثلا الشعر على سبيل المثال كان شعرا جزلا و من ثم في العصر الإسلامي كان خفت حدته قليلا تأثر بجمال و ليونة الإسلام و من ثم في عصور الانحطاط كان شعرا مبتذلا لأن أساسا الناس كانت مشغولة بأمور تافها فهل فعلا المجتمع له هذا التأثير الكبير على الفنون يعني أنا قلت كلاما خطيرا قبل قليل أن المسألة مرتبطة بالمجتمع المجتمع هو الذي يرفع الفن و هو الذي يخفضه المجتمع هو الذي يرفع الفن و هو الذي يخفضه بالتزام مع الفنان الذي ينتجه كما قلنا قبل قليل و لذلك فالعلاقة يعني جدلية ما بين الفنان و ما بين المتلقي المتلقي هو المجتمع أقول لك كلاما مختصرا جدا حاجات المجتمع الضغورية الجمالية هي التي تولد الفن حاجات المجتمع باتجاه درجة فنية معينة هي التي تدفع الفنان إلى درجة فنية معينة و بالتالي فالعلاقة عظيمة جدا ما بين المجتمع و ما بين الفن يعني أضرب لك أمثلة العرب جزء منهم كانوا وثنيين في الجاهلية لكنهم لم يبدعوا في فن النحت نعم مع أنهم كانوا يعبدون هذه المنحوتات لماذا؟ التفسير الذي يمكن أن نذهب إليه من أن العرب أصلا ليس لديهم ميل للمحاكات العرب يحبون المجاز المجاز يحبون الرمز نعم يحبون الإشارة دون العبارة يحبون التلميح دون التصريح صحيح و يرون الإجازة في البلاغة و لذلك لم يميلوا إلى فن النحت على سبيل المثال و لم يبدعوا فيه أصلا صحيح بهذا الحكمة أبدعت فيه بقية الشعوب التي عنيت بفن النحت ناهيك على أن الإسلام العظيم الذي جاء كان له موقف من التصوير أو من النحت كان له موقف صارم من النحت و لا سيما مسألة هذه الحجارة نعم و الأوثان التي كانوا يتصورون أنها أليهتهم فكان الإسلام له موقف منه هذا تعاضد مع المجتمع مع رؤية المجتمع مع طبيعة المجتمع فوجه الفن باتجاه معين لذلك بكل سهولة أنت حينما تنظر إلى طبيعة العربي كعربي في جاهليته و تنظر إلى طبيعة الإسلام تعاليم و حقائق و توجيهات يعني مرتبطة بالعقيدة و مرتبطة بالجمال أنت تجد أن هذا نزل على هؤلاء لأنه يواكب طبيعتهم تماما فالعربي لا يحب المحاكات و لكنه يميل إلى التحوير و إلى التغيير و لديه هذه الطاقة استطاع الإسلام أن يستوعب طاقته استيعابا معرفيا و استيعابا فكريا و استيعابا جماليا و هذه هي النقطة التي يجب أن نفهمها و لذلك ليس بدعا أن يكون عملاق الجاهلية عملاق الإسلام و ليس بدعا أن يكون خيار الجاهلية هو نفسه خيار الإسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا عقلوا و من هنا بدأت عملية التوازن حتى انتقل المجتمع من جاهليته إلى الإسلام الذي نقله من الخمر المسكر الذي يزول إلى الخمر غير المسكر الذي لا يزول من خمر الدنيا إلى خمر الآخرة منع عنه خمر الدنيا ولكنه شوقه إلى ماذا؟ إلى خمر الآخرة و وصف له أن خمرته هذه خبيثة بينما تلك الخمرة ليست خبيثة و أن هذه مسكرة و تلك ليست مسكرة و أن هذه تزول و تلك ليست تزول و بدأ يحركه من عالم الأدنى إلى عالم الأعلى من الرؤية الدنيا إلى الرؤية العلوية و من الدنيا إلى الآخرة و لذلك انتقل العربي بسرعة هائلة و فائقة من التجسيد إلى التجريد من حالة الانبثاق الحسي إلى حالة الترميز المجرد طيب هل برأيك ظهر الفن في عصر رسول صلى الله عليه وسلم و الصحابة يعني العصر الأول في الإسلام السلف بشكل واضح و ما هي مظاهر تجليه في ذلك الوقت الفن في الإسلام يعني في بداية الدعوة كانت المسألة أكبر من الفنون يعني كانت المسألة مرتبطة بإقامة الحق و يعني ضح الدعوة الجاهلية و تغيير حياة الناس من غير الإسلام إلى الإسلام من الشرك إلى الإسلام من غير يعني هذه الحياة الفوضى التي يعيشونها إلى و لذلك كانت بداية الدعوة الإسلامية و مراحل التمكين في مرحلة يعني عصر صدر الإسلام كانت تعنى بتثبيت الحقائق كانت تعنى بتثبيت الحقائق لكن السؤال هل أغفل الإسلام الجانب الجمالي من حياتهم هل وجه إليها أم أنه يعني توجه إلى الحقائق إلى عبادة الله الواحد الأحد إلى إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة إلى فقه المعاملات المرتبط بالناس إقامة العلاقة الحسنة بين المعبود و بين الله بين المعبود و بين الإنسان إقامة العلاقة الحسنة بين الإنسان و بين أخيه الإنسان لا الإسلام لم يغفل عن الجانب الجمالي على الإطلاق و الدليل قال يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي جميل و أنا علي جميل فماذا كان الجواب؟ إن الله جميل يحب الجمال و هذا تعبير من الرسول صلى الله عليه و سلم إن الله جميل يحب الجمال و لو تلفت إلى القرآن الكريم هل تجد فيه ما يحي إلى ذلك؟ هل تجد فيه ما يصرح بذلك؟ هل تظن أن القرآن الكريم أغفل هذا؟ يا سيدي لا يوجد دين في الدنيا جمع بين النافع و الجميل كما كما فعل الإسلام كما هو في الإسلام بين النافع و الجميل هل تريد أن أستعرض لك شيئا من هذا؟ طبعا كل تأكيد الله سبحانه وتعالى حينما خاطب الإنسان قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم هذا للنفع أم للجمال؟ كليهما الأصل أنه للنفع لأنه يواري السوآة أو العلة موجودة صحيح انظر إلى الجمال قال وريشة وريشة فالريش هو دلالة ماذا؟ الجمال الجمال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة طيب انظر إلى التوجيه القرآني في التعامل مع الحيوان ليس مع الإنسان ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال و الأنعام خلقها لكم فيها دفء و منافع و منها تأكلون هذه قضايا نفعية أم جمالية؟ نفعية نفعية لكم فيها دفء و منافع و منها تأكلون القضية الجمالية أين؟ و لكم فيها جمال حين تريحون و حين تسرح و حين تسرح هذا توجيه صريح طيب و الخيلة و البغالة و الحميرة لتركبوها ماذا؟ و زينة و زينة يا عيني و الخيلة و البغالة و الحميرة لتركبوها و زينة هذه إشارات يعني جاء النافئ اللي هو الأصل لأنه أنت لا يمكن أن تستمتع بالجمال ما لم تتحقق الضرورة صحيح أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف بعدها تأتي عملية الجمال يعني الجاء لا يشعر بالجمال الخائف لا يشعر بالجمال و بالتالي هذه الحيوانات الخيل البغال الأنعام كلها تحقق الغاية النفعية ثم أنت تنتقل معها إلى الغاية ماذا؟ الجمالية و بالتالي انتقلت من النافع إلى الجميل من المفيد إلى الجميل يعني من الحقيق الذي تتعامل معه إلى الفن الذي تتطلع إليه طيب نحن ضربنا مثالين واحد في الإنسان واحد في الحيوان يا سيدي في البحر وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا و تستخرجوا منه حلية تلبسونها ففي الأولى كانت ماذا؟ نفعية و في الثانية ماذا كانت؟ جمالية جمالية حتى في الأرض التي أنزل عليها الماء قال فأنبتنا فيها حدائق ذات بهجة يا سيدي هناك آية عجيبة في الكتاب العزيز عجيبة من حيث أثرها من حيث أثرها الجمالي انظروا إلى ثمره إذا أثمره و ينعيه ما دلالة النظر إلى الثمر؟ يترك أثرا جميلا هل هذه؟ لذلك كان بعض الأصدقاء يعيب على بعض إخواننا من من ينشرون على صفحات التواصل صورة الكرز في موسمه صورة الخيار البندورة الخضروات يعيبون عليهم فأنا أقول لهم لا تعيبوا الله تعالى يقول انظروا إلى ثمره إذا أثمر و ينعيه معنا جميل جدا هنا التوجيه توجيه جمالي هذا التوجيه توجيه جمالي أنت تدرك بعدا منه تدرك بعدين تدرك ثلاثة لكن الله أعلم عن الأبعاد النفسية الجمالية الفنية من أنت حين تتأمل تلك الثمار و تتأمل عظيم صنع الله السماء و لقد زيّن السماء الدنيا بمصابيحة بمصابيحة هذا بعد جمالي صحيح هذا التوجيه جمالي صح كل تأكد إن في خلق السماوات و الأرض و اختلاف الليل و النهار و الفلك التي تجري في البحر كل هذه الآيات هي آيات في النظر إلى أولا ذلك كان الباحثون يقولون إن دعوى القرآن الكريم للتأمل في موجودات الله للتأمل في خلق في هذه المخلوقات لم تكن دعوة لاستخراج كنوز الطبيعة و استثمار الأرض فحسب و أنما كانت دعوة جمالية فنية صحيح غايتها أن يشتبك الإنسان و يرتبط بالتجربة الجمالية بينه و بين هذه المخلوقات و لذلك كانوا يقولون في كل آية و في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد و كانوا يرون عظيم صنع الله في هذه الأشياء حينما ينظرون إلى البحر الذي يستخرجون منه لحما طريا و يلبسون منه حلية حينما ينظرون إلى الحدائق ذات البهجة حينما ينظرون إلى السماء و قد زينت بمصابيه حينما ينظرون إلى الإنسان و لباسه و حينما يتأملون عظيم التوجيه النبوي و قد نتحدث عن مفهوم الجميل في الإسلام و لكنني أريد منك هنا أن تريحني قليلا بأنشودة جميلة والله أوحيت لي بأنشودة جميلة و تتحدث في نفس هذا المعنى من أعمالي فلو سبحت لي أن أمشدها يا سلام هذا كرم منك يا من في ملكوت الله تتأمل تنهل منه هل خليت الروح تراه و عرفت الخالق منه هل خليت الروح تراه و عرفت الخالق منه عظم الخالق عليه دلا في أجزاء الكون تجلا فافتح قلبك و انظر حولك سبح باسم الله الأعلى عظم الخالق عليه دلا في أجزاء الكون تجلا فافتح قلبك و انظر حولك سبح باسم الله الأعلى بالكاف وبالنون براكا من طين بشرا سواكا وهداك النورا وهداكا كي تبصره القلب العقلا عظم الخالق عليه دلا سبح باسم الله الأعلى شمسك تجري لمستقري و منازل قدر للقمر والفلك مواخر في البحر جل نهارا أغشى ليلا بالحمد يسبحه الرعد والطير بتهليل تشدو والسبع شداد والأرض الكل له سجد وصلى لن يقلك إن رمت الوصلى وجعلته في عمرك كلا ذاك الله تعالى جلا سبح باسم الله الأعلى عظم الخالق عليه دلا سبح باسم الله الأعلى سبحان الله ما شاء الله أجدت أبدعت ما شاء الله يعني جاءت الأنشودة في سياق ما نتحدث به تماما سبحان الله هذا من توفير يعني الحمد لله جميل طبعا هذه القصيدة لشاعر شابة اسمها لدى شيخة يعني سبحان الله فيها معاني جميلة جدا ما شاء الله كلمات وتعبيرك أشوف تعبير الفني عن النص يعني هنا اجتمع أكثر من عمل فني النص بحد ذاته عمل فني ثم مر بهذه الحنجرة الذهبية و بإحساسك و بالمعاني الجميلة ترجمت الصوت حينما يستطيع أن يترجم المعنى هذه من أجمل مراحل يعني الإنتاج الفني والله من حباه الله بهذا أنا أراه يعني مطالبا جدا بأن يقدم كثيرا لأنه يعني الناس بحاجة لهذا يعني لإسقاط هذه المعاني الجميلة التي نسمعها الآن بشكل نظري أن تكون بشكل واقعي وفعلي وتتلمسها الناس يعني وأنا من الناس الذين يعني منذ كنت صغيرا أي قضية تبنيتها في حياتي وعشتها لا بد أنها مربوطة عندي أنا كعمار بنشيد معين أو بعدة قصائد لا سلام يعني دائما هذه الأمور تكون مفتاحا لتبني القضايا حتى العادلة والقضايا المحقة التي نعيشها لا سلام أحييك أحييك و هذا معنى الفن حينما يمر هذا الفن بالبعد البعد العميق لأن الجمال ليس واحدا الجمال و إن كان الفن غايته جمالي لكن الجمال ليس واحدا الفن له مراتب و الجمال له مستويات مختلفة و هنا قد تسألني سؤالا في هذا الجانب عن مفهوم الجمال في الفكر الإسلامي سبحان الله كنت أريد أن أسألك عن هذا تماما يعني إذا كنا نعد هذا جميلا فما مفهوم الجمال عند المفكرين المسلمين سأحاول أن أختصر لك قدر ما أستطيع في الحديث الشريف إن الله جميل الذي ذكرنا إن الله جميل يحب الجمال و التسبيح الذي طالبته أختنا الشاعرة طالبت به أختنا الشاعرة سبح بسم الله الأعلى الذي جاء منبثقا من روح النص القرآني سبح باسم ربك الذي خلق يسبح لله إن من شيء إلا يسبحه الحمد ولكن لا تفقه لتسبيحه هذه شوف كلها الجملة الثقافية كلها جملة الوعي الاتقادي هي التي تخلق هذا العمل الفني الناجح هي التي تؤثر فيه كيف كان المفكرون المسلمون يفكرون بالجميل العرب في الجهلية قبل الإسلام يعني شوية نعطي عليهم لم ينفعلوا مع الجمال إلا بصوره فقط لكن ليس لديهم بعد معرفي مع الجمال ليس لديهم بين قوسين مصطلح الوعي الجمالي ولذلك ظل انفعالهم انفعالا صوريا انفعالا حسيا ينفعلون مع ما يرونه ينفعلون مع ما يجدونه لكن لم ينفذ ذلك الانفعال إلى عالم الوعي المعرفي أو إلى عالم الوعي الجمالي متى اختلفت الحكاية حينما تشرب هؤلاء تعاليم الدين العظيم واعتقاد الدين العظيم بوحدانية الله سبحانه وتعالى بأن كل شيء في هذا الوجود يسبح بحمده بأننا جميعا إلى الله سبحانه وتعالى راجعون ولذلك انظر قسموا الجميل إلى جميلين جميل مقيد وجميل مطلق وقالوا ان الجميل المطلق هو الله سبحانه وتعالى بنص الحديث وجاءوا إلى الجميل المقيد انظر إلى هذا العمل العظيم الذي ذهبوا إليه قالوا ان المقيد جزء وكلي فالكلي هو النور الذي يفيد على هذا الوجود من الله سبحانه وتعالى هو النور أما الجزء فهو ظاهر وماذا وباطن ما هو الظاهر وهو أبسط أنواع الجمالات عندهم هو المحسوس هو الذي يخضع للحواس الجميل المقيد الجزء الظاهر هو الذي يخضع للحواس وهو الذي كان عند الجاهليين أصلاً لكن الفارق بين هذا الجميل عند الجاهليين الذين لم ينفعلوا إلا بصورته و عند المفكرين المسلمين أن هؤلاء المفكرين اشترطوا نور العقل أيضاً حتى ينفعل بهذا الجميل قيدوه نعم قيدوه ولذلك هو جزء لأنه من الكل أصلاً وهو مقيد لأنه مربوط بغيره لا يمكن أن يعني محدود وهو ظاهر لأنه خاضع للحواس و لا يمكن أن تدركه إلا بالحواس أو بنور العقل و بكليهما معاً شرط أن يشرق عليه على العقل النور هذا الجميل الظاهر قالوا إنه يجب أن يقود إلى الجميل المطلق الله و لذلك ذكرت لك و في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد هذا الجميل الجزء المقيد الظاهر هو أكثر ما يحس به الناس دعنا هنا يعني نخفف الإقاع قليلا أكثر شيء يتفاعل معه الناس هو هذا النوع من الجمال لماذا؟ لأنه قريب من الحواس ابن الدباغ وهو عالم كبير رحمه الله كان يرى أن الله سبحانه وتعالى خلق الحواس للإنسان تقدم خلق الحواس للإنسان قبل خلق المعاني المرتبطة بالعقل فالناس تقترب منهم الصورة أكثر و تقترب منهم الأشياء المادية أكثر و لذلك أكثر تولع هؤلاء الناس بالصور أنت تجد هذا الكلام قاله منذ زمن اليوم في الفيسبوك إذا نشرت صورة تفاعل الناس السريع معها أسرع من الكلام المكتوب من كثير صحيح لأن الكلام المكتوب في الأصل هو ترميز بالحروف لأنه ينقل إلى معاني مجردة المعاني ليست موجودة أمامي إنما هي موجودة في العقل بعد أن أقرأ الكلام بينما تفاعل الناس مع الصورة هو تفاعل سريع النوع الثاني من الجميل المقيد الجزئي كان الجميل المقيد الجزئي الباطن ما هو؟ الباطن هو المرتبط بالمعاني المرتبط بالأخلاق و لذلك قالوا أنت تحب العالم الفنالي دون أن تراه بل تصفه بالجميل يقول لك كيف ترى الشافع؟ والله الشافعي إمام جميل لماذا تصفه بالجميل مع أنك لم تره؟ قال لأنني أصف المعاني المرتبطة بالشافعي السلوك المرتبط بالشافعي رضي الله تعالى عنه لأنني أصف الجمالات الباطنة المرتبطة فقالوا هناك شيء ظاهر و هناك ماذا؟ شيء باطن جميل ظاهر و هو مقيد جزئي و جميل ماذا؟ باطن و ثم انتقلوا بعدها إلى الجميل المطلق و قالوا أن كل هذه الجمالات يجب أن توصل إلى الله سبحانه و تعالى و هو الجميل المطلق الذي خلق كل شيء و إذا كان الله جميلا يحب الجمال و خلق كل شيء فكل ما خلق جميل بالضرورة هكذا كانوا يرون و إنما القبيح يكون باعتبار و لذلك قد نذهب إلى مصطلح آخر اسمه جمالية القبح من هنا ما عاد المفكرون و ما عاد المتأملون ينظرون إلى شيء في الوجود على أن فيه تناقضا مع الشيء الآخر و إنما هو موجود بحكمة ابن الفارض يقول و صرح بإطلاق الجمال و لا تقل بتقييده منعا لزخر في زينتي فكل مليح حسنه من جمالها معار له بل حسن كل مليحتي الله ثم قال و إياك و الإعراض عن كل صورة مموهة أو حالة مستحيلة فطيف خيال الظل يهدي إليك في كرى اللهو ما عنه الستائر شقة تجمعت الأضداد فيها لحكمة فأشكالها تبدو على كل هيئة من هذا الفكر انطلق المفكرون المسلمون متأثرين بتعاليم الدين الإسلامي و نظروا إلى الجميل في هذه المستويات المقيد الجزئي الظاهر و هو أبسطها المقيد الجزئي الباطل الجميل الكل المقيد و الجميل المطلق و هو جمال الله سبحانه و تعالى الله الفرد الصمد الذي لا منازع له و لا ند له الحي القيوم الأول و الآخر سبحانه و تعالى أكرمكم الله يا أستاذ حسين نحن الوقت سرقنا سريعا و انتهى وقت حلقتنا ولكن يعني اريد منك شيئين او سمحت ان ننهي الحلقة بشيئ من الجمال الشعري الذي تخبئه لنا و ان نمون عليك بان نصور حلقة اخرى نعد بها المشاهدين لنتابع هذا الحوار الشيق و نتكلم فعلا في التفصيل عن الفنون الإسلامية جميل نحن كنا نريد ان نذهب الى الفنون الإسلامية و كل هذه كانت مقدمة للذهب الى الفنون الإسلامية انما هذا كان لنرسم الجو الجو العام التي انبثقت منه الفنون الإسلامية و ارتباطه بال اذا نعد مشاهدين ان شاء الله بحلقة اخرى بعد هذه الحلقة في الأسبوع المقبل ان شاء الله نتحدث فيها عن الفنون في الحضارة العربية الإسلامية بشقين اثنين فنون بصرية و هي الخطوة الزخرفة والعمارة و الفنون السمعية و هي الشعر و نترك لك ان تتحدث لنا عن الموسيقى و الله نحن اشبعنا الموسيقى حديثاً كنت سعيداً بلقائكم و بهذا الحوار الجميل و بالانشودة الجميلة التي اثرت فيها كثيراً هل تسمعنا شيئاً في دقيقة المتبقية من وقت الحلقة؟ كأنك ساهرٌ كأنك ساهرٌ والقلب غافي تصالح في شرودك من يجافي رأيت الدرب بعد الحب حقلاً و موسم هجرةٍ بيد القطافي و يحلو أن تصيد شموع حزني لتشعل في الظلام لها شغافي عزيزٌ أنت يا صوت الحناية و صمت حقيقتي و رؤى عطافي أعف اليوم عنك لأن نهراً يعاند أن يسير على ضفافي و أحلم فيك أغنيةً و جرحاً يخبئ بين شكواه اعترافي و تبقى وحدك الساري بليلي كأنك ساهرٌ والقلب غافي جزاكم الله خيراً أستاذنا و أخونا الحبيب الأستاذ حسين الجنيد على هذه الحلقة المميزة التي فصلت فيها عن مفهوم الفن و مفهوم الجمال و عرجنا على ارتباطه بالدين الإسلامي و إن شاء الله سنتابع معكم الحوار في الأسبوع المقبل فانتظرونا مشاهدين الأعزاء لنتحدث بالتفصيل عن الفنون الإسلامية و كيف عالج الإسلام هذه الفنون و كيف أثر عليها فإلى أن نلقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع و دائعه و السلام عليكم و رحمة الله و عليكم السلام اشتركوا في القناة